فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنصوبة لثلاثة أشخاص وهم شخص مبحث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات الصلبة ومشاركه وموظف الشرطة يعمل بمدينة الرباط يشتبه في توروتهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة وكانت عناصر الشرطة القضائية بالرباط قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي ومشاركه في حالات تلبس بحيازة 53 جرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات ذلك في سياق البحث المنجز على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كما مكنت الأبحاث المنجزة من توقيف مفتش الشرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط بعد الاشتباه في توروته في التواطئ والتستر على أنشطة المشتبه فيهما مقابل مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثالثة ثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهنة إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملبسات المحيطة بهذه القضية ورصد الأفعال الإجرامية المنصوبة لكل واحد من الموقف